بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وأنتما في أحسن الأحوال ربي عونكم يسخر لكم جنود السماوات والأرض يكونوا لكم عون ومعين يا رب ياربي يسخر لكم أي حاجة مستعصية عليكم ياربي يسخرها لكم من هاد المكان ومن هاد الزمان ياربي يعونكم ويسخر لكم قاعد يتمنى شي حاجة ياربي يعطيها لي هاد الشهور العربية دائما نصلي وعلى سيد الخلق بزاف ونقرأوا صورة الواقعة للرزق صورة الضحى صورة القدر الفاتحة باش ربي يعونكم على الرزق إن شاء الله هنحط لكم واحد وصفة خاصة بالرزق إن شاء الله بهاد الصور إذن اليوم معنا طاقة إيجابية معنا طاقة اللي غادي تعطينا دائما الجسد دائما يكون ناشط ويكون نحيدوا التوابع نحيدوا المس نحيدوا أي حاجة عدنا إن شاء الله إذن أحبابي الناس اللي نجحوا معهم الوصفات دائما الصابون راح طولي تعليقات سبحان الله راجابوا نتيجة مئة في المئة حسو بانتعاش في الجسد دائما وتطهير الجسد من التوابع إذن أحبابي اللي بغايد دير الوصفة دائما الصابون راح في القناة ولكن هذه وصفة ديال راجب إن شاء الله وفي أيام كلها العام كامل ولكن حاولوا تديرها في شهر راجب الناس اللي 200 شحوش معهم الوصفات الناس اللي تكونوا دائما عندهم طاقة سبية الناس اللي دائما عندهم عندهم عقد في الجسد ديالهم إذن غادي نحط له واحد الوصفة اللي غادي تعطيكم الظهر والقبول وتحيد لكم التوابع باش أنكم تكونوا إيجابيين تنتمنى لكم دائما تكونوا إيجابيين وربي غادي عونكم في خفاء لأن الله سبحانه وتعالى الباب دياله كريم الباب دياله عطاء الباب دياله كل راجاء إذن طاقة الراجاء هي من الرحيم الكريم إذن ما كان شي باب اللي تنصفك إلا باب الرحيم يا الله يا الله دائما نصمر على قول يا الله سوستين مرة بعدد رقم دياله إذن سوستين مرة يا الله يا الله يا الله يا الله دائما نذكر الله باش يذكرني في الملاء الأعلى لأن الله هو اللي حس بك الله هو اللي يعطيك الرزق الله هو اللي يعطيك كل حاجة فيها طاقة إيجابية إذن تنتمنى الله سبحانه وتعالى يعونكم في خفاء إذن بغينا نطهر الجسد ديالنا من التوابع التوابع عدنا بسبب السحر العين التابعة طاقة سلبية حسد عدنا عقد عدنا عقد داخلين على العين حبسي لنا طاقة إيجابية دخول الجسد ديالنا عدنا عقد بحل الأخت اللي حطت لي تعليق عدنا في المعدة عجيك تتكون العين الحارة وتمركزت لك في المعدة ولتلك عقدة دائما نحط الدي نحط الدي على بلاصة اللي فيها المعدة بحلكة وغاني نقرأ صورة الفلق وأنا سنقرأ صورة الفلق حتى حتى نوصل العقد ونكررها سبع مرات العقد إذن صورة الفلق تقريها على المكان اللي عندك فيه الحريق أو عندك فيه طاقة اللي حسب الألم إذن الناس اللي عندهم دائما طاقة سلبية في الجسد ديالهم غادي نحطوا واحد الوصفة والناس اللي متينجحوش معاهم الوصفات إذن بغينا نكونوا إيجابيين غادي نديروا هاد الوصفة في هاد شهر رجب لأن الوصفة هادي اللي غادي نحطو هي بالصبون المغربي الصبون المغربي اللي غاني على التعريف هو أصله بوحده توصيخة الناس اللي بغين يفوص خور يوصوم يكون راجل أو تكون مرأ أو يكون زوج أو يكون ابن أو يكون كيما كان الابن اللي ما تينجحش في الدراسة البنت اللي ما تينجحوش معاهم الوصفات البنت اللي دائما محتارة تيجو الخطاب ولكن عندها خمول عندها سحر في الجسد ديالها عندها توابع في الجسد ديالها إذن تدير هذه الوصفة إذن الصبون المغربي غادي ناخده واحد كمية ديال جوج معالق مع الفوة الفوة لون أحمر عندما نقرب عليكم ولكن اللون ليلها يكون تيكون أحمر إذن بغينا نحيضوا الطاقة السلبية الناس اللي متين جحوش معاهم بالوصفات يغسلوا يديهم يتبخوها جيدا مع الماء الزهر ويبقوا يغسلوا يديهم بها ويديروها في الدوش يديرو معلقة في تليلة الأخرى ويخوها على الجسد ديالهم يبقوا خمس دقائق ومن بعد يدوشوا عادي إذن الناس اللي متين جحوش معاهم بالوصفات أو البنت اللي عندها نحس أو البنت اللي عندها تابعة تقرأ على صورة الواقعة وتبقى تتبخر كل ليلة قبل ما تمشي تنام تتبخر بمعلقة مدة أسبوع معلقة وحدة تديرها في المقلات وتتبخر بها ولكن المحروقات تلوحى في مكان عاشب ماء الفوة الناس اللي عندهم نحافة رائعة تديروها مع الحليب أو يديروها في الأكل هي رائعة بخصوصا الفطائر تديروا واحد معلقة مع الفطائر يعجنوها مع العجينة وبعد أنهم يطيبوها مع الفطائر هذه رائعة الناس اللي عندهم نحافة شديدة اللي تعانيهم نحافة إذن غادي ناخد معلقة ديال الفوة وغادي نخلطها مع الصابون مع قليل من الليمون مع ماء الزهر مع ماء الزهر إذن بغيت بغيت أنني نكون إيجابية غادي ناخد معلقة ناخد معلقة ديالصابون المغربي مع معلقة ديالفوة مع الليمون غادي ناخد جوج قطع غادي نعصرهم زيان هنايا غادي نعصرهم في الصابون المغربي ثلاث قطع أو جوج قطع وغادي نضيف جوج معارق ديال ماء الزهر ماء الزهر إذن أنا ما غاديش نخلن به دابا ما غاديش نخلطه لأن أصلا بقي ما غاديش نمشي الحمام الوقت لنكون غادي الحمام نقدر نديرها ونتيها معايا المهم النسلي ما عندهم مش صابون المغربي أشنو خاصوهم يديرو خاصوهم يديرو وحد القطع ديال الصابون بدون بدون طغفة ما فيهاش الريحة وغادي يبشرو يبشر هذك يبشر هذك الصابون صابون العادي بدون ما يكونش به طغفة ويحاول أنهم يبشروه ويخوو عليه ماء ساخن حتى يولي سائل يقدروا يتبخوه شوية فوق النار في كاسرون ومن بعد غادي حطوه فيه الفوة الفوة را عند العطار الناس اللي في العراق أو الناس اللي في تونس أو الناس اللي را عند العطار يذكروا الاسم ديال هذ الاسم اللي نطقت به الفوة ما عنده حتى شي اسم إلا اسم الفوة يمشي ويدخلوا لجوغل ويبحثوا على هذ اسم باسم الدولة ديالهم إذن الفوة هي رائعة الناس اللي ما عنده مش الفوة غادي يحاولوا أنهم يديروا السنوج معلقة السنوج على حسب يحيدوا الطاقة السنوج أو معلقة الحلبة أو معلقة الحلبة الناس اللي ما عنده مش الصابون المغربي ياخدوا على الأقل ثلاث معلقة الصابون مبشورين ويخووا عليهم ماء ساخن ويتبخوهم جيدا ويخلهم حتي بردو ومن بعد غادي إن شاء الله بحاول الله يضيفوا معلقة الحلبة قليل من الليمون قليل من ماء الزهر ويدخلوا للدوش ساخن ويحطوه على الجسد يكون بقي ما حطيش عليه نقطة الماء وغادي ندوذها على الجسد ديالي كامل ونبقى عشر دقائق أو خمس دقائق وبعد نغتاسل بالباقي ديال الماء الزهر الأخر الوقت لنكمل الدوش ديالي غادي نغتاسل بالماء وماء الزهر نخوي واحد الكأس في سطل الماء وغادي نخوي نتشل به آخر تشليلة ندخل الغرفة ديالي عادي جدا وغادي نقرأ هذه الآية إن شاء الله هذه الآية من أرواع الآيات لتسخير الأمور تسخير الزواج تسخير العمل تسخير الأولاد تسخير الزوج تسخير أي حاجة سبحان الله العظيم جيتل عندك تسخير الأمور إذن هذه الآية خذوا ورقة وقلم وكتبها أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بالنية ديال أي غرض بغيتوه الوقت لتخرج من الدوش يريد تقرأوها بعدد السنين ديالكم إذن فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لأن الله سبحانه وتعالى قادر يعطيك كل مبتغاك في كل الأمور لأن الله قادر على كل شيء إذن فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حاولوا أنكم تكسبوها بالنية ديال طرد التوابع اللي عندكم جلب الخيرات أي حاجة تمنيتها تصخير الأمور تتوكل على الخالق والله هو اللي غالي يكون حسبك في كل الأمور لأن الله هو القادر على كل شيء إذن الصابون المغربي أو الصابون حتى الناس اللي ما عندهمش صابون العادي ديروا صابون سائل سائل ولكن وخي يكون فيه الرحة ديروه ما عليش ولكن الفوة اللي ما القوهاش في أي بلد غيروا الحلبة أو السنو عشان ذكركم وتنعود لهضراء من صالحكم إذن أحبابي إلى عندكم في فيديو حاولوا تخليوا لنا لايك والدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابناوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته